الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة اليوم تقريبا نوعا ما أنتم زينين عجبتوني بعض الأسئلة اللي جاوبتوني عليها شكرا جزيلا اليوم إن شاء الله عدنا محاضرة أخرى من التعاريف الموجودة بالفصل الأول والثاني مادة الصوت المرحلة الأولى قسم اللغة الإنجليزية اليوم عدنا التنغ التنغ اللي هو اللسان التنغ is a movable speech organ هو عضو من أعضاء الكلام المتحرك اللسان هو متحرك يعني خاف يجيك سؤال يقول لك هل اللسان متحرك أم لا تقول لك نعم it is movable ليش لأنه يرتفع ويتحرك يكمل يقول it is the most important article letters وهو أهم عضو نطق because of due to due to بمعنى وفقا لي وفقا لي it's greatest variety of the movement وفقا لتنوى حركته الكبيرة وفقا لتنوى حركته الكبيرة as a result يعني طلاب عيني لهنا كلش كافي إذا تحفظ لهنا جزاك الله خير ورحم الله وادك the tank هو أهم عضو من أعضاء النطق والذي يعتبر يعني هو عضو نطق متحرك والذي يعتبر أهم أعضاء النطق لأنه له حركة عظيمة إذا إحنا بنقول صوت الرا بنقول ن بنقول أو بنقول مثلا صوت الس د ك ق ي تشوف اللسان يعني متحرك يرتفع ينخفض مرة يكون مقوس من نقول صوت الرا ر ريد ر يكون مقوس زين مرات بن نقول صوت النا يكون متصل بسقف الحلق فلذلك إحنا قلنا علي أهم عضاء النطق يعني سبب آخر إحنا كلنا نعرفه أنا دعا أشرح لكم بالعربي أفهمكم مو أشرح لك بالعربي وتجي تقول استاذ هذا يا درس انجليزي لو عربي مو تسألوني تسأل يرحم والديكم يا معاودي لا تفضحوننا قدام العالم دول العربي دا تتابعنا هسه أكون ناس من لبنان من سوريا من مصر دارد يتابعونا يرحمون والديكم بالله عليكم لا تفضحوننا قدام العالم بالله عليكم يجوني واحد يقول استاذ دا درس انجليز لا لا دا درس كيميا دا درس أحياء اليوم المهم اللسان هو يعني أهم أعضاء النطق السبب لأنه بدونه ما نقدر نتكلم طلابنا العزاء مثل ما تعرفون بعض الأحيان يكون أكو يعني مرات يكون أكو يعني يعني شخص عنده احتمال يعني مرض مرض باللسانه أو يعني اللسانه بمشكلة ما يقدر يتكلم إذن اللسان هو من أهم أعضاء الناطق وبدون اللسان الواحد ما يقدر يتكلم الأسئلة اللي تيجي على اللسان ممكن يجيك تعريف ممكن يجيك تعريف ورسم من تريد رسم هذا الرسم ترسم لقي هذا الرسم هذا الرسم ترسمي الهياهوة والمناطق ممكن يجيك سؤالة يقول لك لماذا نعتبر اللسان لماذا نعتبر اللسان المترجم الصناطق لأنه يكون حرقة حادي المتنوعة والكبيرة يقول لك هنالك الكثير من الاسواد تقريبا تخرج بمساعدته بدون ما يقدر نتكلم وطبعا هو بخمس مناطق بخمس مناطق اللسان بخمس مناطق لكن الان خلق بخمس مناطق ويلاد من تُرحلوا تقريبا وحش قبل ملاتق وم幹 هل هنا واضح عيني؟ أحد عنده سؤال؟ نعم الرسم مطلوب الرسم مطلوب الرسم اللسان مهم نجي إلى الغلوتس الغلوتس اللي هي المزمار The space between the vocal cords in which the air passes The space مجال بين الحبال الصوتية والتي يمر الهواء فيها بشكل حر طبعا مثل ما تشوفون هذي هي الغلوتس هذي مكانها فتحها تكون داخل اللي يمر الهواء بها تعريفها جدا جدا مهم وهو يجي بالامتحانات تعريف الفارنكس هو أنبوب أعلى اللارنكس الفارنكس يكون أعلى اللارنكس يعني البدعوم يكون فوق الحنجرة هذا وين هذا وين الفارنكس هذا وين هاي المنطقة نسميها نحن الفارنكس وهذه اللارنكس يصير فوق اللارنكس يعني أنا عندي فارنكس جواها اللارنكس اللارنكس ستركتر هو تركيب من أعلى أنبوبة الهواء القصف الهوائية من المنطقة للمنطقة نفسها ايه هاذي وين هاللارنكس مثل ما تشوفها قدامك ايه هاذي وين هاللارنكس هاذي وين ه شوفها هاي المنطقة الكل هنسميها لارنكس بداخلها يوجد عندي الفوكال فورتس وبداخل الفوكال فورتس يوجد عندي قلوتس كلش مهمة هاذي التعاريف واخر شي عندنا اللي هما الراءتين هما هيكلان او شكلان يشبهان الاسفنج تعرفون تعرف الراءتين واللي عنده القدرة على الارتفاء وعلى الانخفاض الراءتين هما ليكونون تركيب ليكونون تعرفون الراءتين شين تعريفين ذلك تعاريف جدا 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 مهمات زين عيني فركزوا يا يا الله يضع عليك وخلي نقرأ المادة ان شاء الله تفهمونها وان شاء الله تجبون درجة عالية بمادة الصوت احد عنده سؤال اللي هنا عيني استفسار اكتبها بالتعليقات زين بسي ننبدو هسا ناخذ شغلة جدا جدا مهمة تعريفه اصوات المهموسة الفويسد والفويسلس طلابنا الاعزاء طبعا اكو فتش يسميه Voiced Sound أصوات مهموسة وأكو عدنا فتش يسموه Voiceless Sound اللي هي الأصوات الغير مهموسة أصوات المهموسة والأصوات الغير مهموسة هذي تعاريف جدا 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 مهمة ومنفس الوقت ممكن يجي مقارنة يعني وضح الفرق ما بين الأصوات المهموسة والأصوات غير المهموسة جدا سؤال مهم Voiced Sound هي الأصوات المهموسة هي الأصوات التي تخرج مع اهتزاز للحبار الصوتية speech sound produced with the vibration of the vocal cords إذن الأصوات التي تخرج عند طلاب شنوه هو صوت؟ طلابنا العزاء تعريف Voiced Sound speech sound produced with the vibration of the vocal cords يعني هي الأصوات التي يكون هناك اهتزاز للحبار الصوتية هسا قبل شوية مو أخذنا الحبار الصوتية Voical cords هنا الأصوات اللي يكون بيها اهتزاز نسميها Voiced زين بس أريدك تفهمها هي شي تفاصيلها وفهمها بالتفصيل راح نأخذها بالأيام الجاي الصحالية المارد من عندك بس أريدك تعرف لي تعريف Voiced Sound وتقول هي الأصوات اللي يكون عندي هناك اهتزاز للحبار الصوتية نسميها باللغة الإنجليزية Voiced Sound بس Voiceless sound speech sound produced without vibration of the vocal cords Voiceless sound هي الأصوات التي تخرج بدون اهتزاز للحبار الصوتية يعني ما يكون عندي اهتزاز The أو The 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 فلما يكون عندي اهتزاز أسمي Voiced لما ما يكون عندي اهتزاز أسمي Voiceless هناك طالب راح يقول استاذ يعني أنا ما أفهم اش وقت يكون عندي اهتزاز شلان راح أعرفه هذا الموضوع بالمحاضرات الجاية راح نعرف شن المقصود بال Voice وال Voiceless sound بالمحاضرات الجاية وبالتفصيل بعد راح ناخذ ووضح لكم بالرسم إن شاء الله بس هسا حاليا كل ما يريد من عندك تعرف تحفظ لتعريف Voiced Sound وال Voiceless حفظ لتعريف مالتهم وراح تفهم إن شاء الله بالمحاضرات الجاية أوعدك إذا قلت المادة أول بأول سين عدنا بعد تعريف آخر جدا مهم وهو أو سؤال جدا مهم الفرق ما بينه ها طبعا بالامتحان شلو انت جهاية ممكن يجيك سؤال يقل لك وضح لي الفرق ما بيناتهم شن هو الفرق ممكن يجيك تعريف Voiced Sound ممكن يجيك فراغ يقل لك Voiced Sound فراغ أنت لازم تكتبه زين فكل هذا الأشياء ممكن تجي بالامتحان زين عيني هسا راح نيجي على الأصوات الفاول والكونسنات طبعا أصوات الكونسنات شنو تعريف الكونسنات شنو تعريف الكونسنات في الفم يعني شن المقصود بهذا الكلام طلاب بلا زحمة وياي وياي بلا زحمة عليكم وياي عيني الآن أنطق لصوت الته ته 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 هه ها نزرع عن شرها أوقف الفيديوا ونشرها صدوق شديد بنان عودين يا اخوان بالله عليكم تابعوا يعني الطلاب أنا خلتها من القناة استوني خليتها من القناة استوناه سيدا عنها ْ فلا أعرف فشن القضية يا أخوانما أعرف فشن القضية ما قاعد مقاعد فتهمه الانية شنون يعني ملزم إذا نشرها أكثر من خمس مرات هاي وانا نشرت لكم يا هاي وانا بالقناة موجودة بالقناة والله العظيم من نزلينا بس تابع شوي ركزي ويانا الله يرضى عليك ما يبط لبط ما يتابعوني لقروب زين وكل شوي وسائل يعني أنا مو مشكلة أخوان بس تسألنا على سؤال بالمحتوى والله العظيم وضحيك يا بس إحنا ناشرين هم تجي تكتب الإصادة ريد الملزم المهم مو مشكلة عيني مو مشكلة مو مشكلة حياكم الله أصوات الكونسننت يلا خلي نقول ته 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 طلاب من ننطق صوت الته دتلاحظون أكو توقف في الفم للهواء دتلاحظون ويعني ته ته دتلاحظون أكو توقف لمجرى الهواء ته من نقول صوت الته يكون عندي توقف هس تنتسوي تلاحظ هذا الشي توقف إذن هي هاي أصوات الكونسننت يكون أكو توقف لمجرى الهواء في الفم إعاقة بضلبط يكون أكو إعاقة زين هذا بالنسبة لتعريف الكونسننت ساويند أصوات الهواء أو الهواء أو الهواء النفس ساويند أصوات هناك إعاقة يعني يعني قوية فعلاً دتلاحظ إحنا إعاقة عددهم 24 باللغة الإنجليزية الفاول ساويند تخرج بدون إعاقة لمجرى الهواء يعني الهواء يخرج من الرأتين إلى الخارج ساويند بريديوس الآن لو قلنا صوت الأي أو صوت الأو أو 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 توقف للهواء عند خروج هذا الصوت أو أو آي هذا صوت العلة إذا تلاحظون أكو توقف طلا أو أو آي تلاحظون أكو توقف ماكو توقف إذن لذلك هي هاي أصوات العلة لذلك هي هذه اللي نسميها إحنا أصوات العلة وقد عدنا آخر صفحة إن شاء الله المحاضرة جاي نشرحها بالتلخيص هذا التلخيص هذا جدا مهم تعاريف كلش كلش مهمة صادقوني راح تدخلون الجامعة وتتندمون لأنه ما قرأتوا هاي تعاريف والله والله وأنا مسؤول على هذه الصوت كلامي والله اللي ما راح يقرأ هاي تعاريف راح يتندم والله راح اللي ما يقرأ هذا الرسم واللي ما يحفظ هذا الرسم هو تأشير مالته ما راح يفهم مادة الصوت والله وأنا مسؤول على هذا كلامي وإنت تريد تقرأ إلك ما تريد تقرأ إنت اللي راح تتأذى زين استاذ ما قاعد افتهم استاذ ما الحق هذه الاعذار ما تفيدك هذه الاعذار ما تفيدك ابدي شد حيالك واقرأ المادة والمستقبل ترهون مستقبلك تقل لي صعبة اي صحيح صعبة البداية صعبة تسأل شوف زملائك انا حاضر تعليقات علق اي شي احنا حاضرين المهم انت تقرأ والتابع صدقني ما راح تخسر زين عيني ان شاء الله استفاديتم من هذا الفيديو اتمنى لكم المفقية لا تسسى تشترك بالقناة وتشارك هذا الفيديو